سجود السهو زيادة ونقص وشك اترك الكتاب الشيخ اترك الكتاب الزيادة سهوة لانه لو تعمد وزاد في الصلاة الصلاة باطلة الشيخ قام الى الخامسة في صلاة الظهر قام الى الخامسة وقال الحمد لله رب العالمين ثم تيقن انها خامسة ماذا قال هو الان قال الحمد لله رب العالمين لو قال الرحمن الرحيم بعد ان تيقن انها خامسة صلاة باطلة مجرد ما يتقن زيادة يقطع الزيادة يجلس مفهوم نعم بعضهم يقول لا تكمل الخامسة لا ما يمكن يكمل الخامسة بدعة صح نعم اذا الزيادة سهوة اذا زاد سهوة انقطع الزيادة هذا الاول الثاني النقصان النقصان عندنا لابد ان تعرف النقصان هذا لسنة او لواجب او لركن ما الفرق الفرق بين السماء والارض لو ترك ركن الصلاة باطلة ولا يجبرها سجود السهو ما قرأ الفاتحة في صلاة الظهر في الركعة الرابعة وجبر قراءة الفاتحة بالسجود السهو ينجبر الركن ما ينجبر الركن لابد ان يأتي بالركن ولا تكون الصلاة باطلة طيب اذا الترك اذا كان لركن الصلاة باطلة حتى يأتي بالركن وبما بعد الركن لانه كل شيء بعد ترك الركن جاء في غير مكاني انتبئ معي الشيخ وهو يصلي صلاة الظهور في الركعة الثانية نسي الفاتحة صلى الثالثة قرأ في الفاتحة والرابعة قرأ في الفاتحة ثم تيقن وهو في الرابعة انه لم يقرأ الفاتحة في الثانية اصبحت الثالثة والرابعة لاغية لانه جاءت بعد ترك الركن كل شيء بعد ترك الركن لاغي يرجع للثانية يتم ثم الثالثة ثم الرابعة ثم يسجد للسهور مفهوم تمام هذا ترك الاركان ترك الواجبات اذا ترك الواجب عمدا بطلة الصلاة تعمد ان يترك التشاهد الاول صلاته باطلة ترك التشاهد الاول سهوا قام في الثانية المفروض يجلس التشاهد الاول قام للثالثة لا يرجع اذا قام واستتم قائما لا يرجع ويجبر بسجود السهور هذا للواجبات تمام اذا اخذنا الزيادة واخذنا النقص للاركان الركن لا يجبر بسجود السهور حتى يأتي بالسجود حتى يأتي بالركن وبما بعد الركن ويسجد للسهور اما الواجب اذا تركه سهوا اذا انتقل من مكان الواجب لا يرجع عليه واذا لم ينتقل يأتي به مثاله لا الشيخ في التشاهد الاول في صلاة الظهر بدل ان يقول التحيات لله قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم تلبه الان هو في التشاهد ايش اسنع يقول التحيات لله والصلوات والطيبة مفهوم تمام بقي معنا ايش الشك الشك اخواننا عندنا قواعد في الشك هذه تجعلها معك في كل مكان وترتاح والله الشك يقول ينقسم الى قسمين داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة صلاة صيام حج طواف سعي اي شيء اذا الشك ينقسم الى قسمين داخل وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا تلتفت اليه اطلاقا ولو كان الشك 99% طاف سبعة أشوار وصل الركعتين خلف المقار وخرج إلى الصفح هو ماشي للصفح قال الله أكبر والله أنا أظن أنها ستة ليست بسبعة أشوار يرجع لماذا؟ لأن انتهت العبادة الله أكبر كبر وجاء إليه الشيطان قال هاي الشيخ متوضي قال ما أدري قال إيش راك الراجع قال يلا الراجع لا كبر على إيش على يقين أنه متوضي لو خرج آثم توضى الآن وجاء هنا عند الباب وعند الباب يقول مسحت رأسي أو لا لو رجع وتوضى آثم انتهت العبادة ما ترجع إلا اليقين صلى الأخ الآن معنا صلاة العصر وقال والله أشك تسعة وتسعين بالمئة أني ما قرأت الفاتحة في الرابعة لو عاد الصلاة آثم مفهوم؟ إذن الشك بعد الفراغ والانتهام من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا حتى يأتي اليقين مئة بالمئة تيقى مئة بالمئة أنه لم يقرأ الفاتحة عاد الصلاة لو عاد الصلاة على تسعة وتسعين بالمئة آثم مفهوم؟ والشك بعد الفعل لا يؤثر والشك يقول الشيخ بن عزمين رحمه الله والشك بعد الفعل لا يؤثر مفهوم؟ للماذا؟ لأن الشكوك قال تكثر ولا تنتهي معك الشكوك تمام انتهينا إذن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه نأتي إلى أين الآن؟ داخل العبادة داخل العبادة قسمين كثير الشكوك قليل الشكوك قال هذا أنا لا أسجد لسه إلا ممكن مرة واحدة في السنة هذا قليل أو كثير؟ قليل قال هذا كل يوم أنا أسجد لسه مرة أو مرتين أو ثلاثة هذا إيش؟ كثير هذا كثير الشكوك نقول لا تلتفت قال إخوانا عندما وصل لركعتين أشك هي السجدة أولى أو سجدة ثانية قل دائما نجعلها سجدتين ما عندك سجود سهوة أنت موسوس قال صلاة باطلة قل باطلة لو تسجد للسهوة آثم لو تلتفت لهذا مفهوم؟ هذا ليس كلام يا أخوانا كلام الشيخ بن عزيمين رحمه الله كلام العلماء حتى لا تفتح على بابه على أفسك أبوابه وبعض الناس تنتهي الصلاة وباقي اكرمكم الله في الحمام أو يطوف حول المسجد صحيح أو لا؟ هي نعم مرض نصل على في السلامة إذن كثير الشكوك لا التفت إليه إطلاقا ما عندك سهوة قليل الشكوك نقول تعال تبني على ما ترجح لديك قال أنا أشك في صلاة الظور ثلاثة وأربع ركعات أيهما غلبت الظن؟ قال أنا صليت أربع ركعات قال اجعلها أربع وتسجد للسهوة قال غالبة الظن أنها ثلاثة ركعات ليست بأربع نقول اجعلها الثلاثة ركعات تصلي الرابع وتسجد للسهوة قال استوى الماء والخشبة لا أدري الآن استوى عندي ما عندي مرجح هل هي ثلاثة وأربع؟ هنا تبني على الأقل إذن ليس دائما تبني على الأقل تبني على غلبة الظن مفهوم؟ تمام متى يسجد للسهوة؟ مسألة يعني هذه اختلف فيها الفقهاء يقول المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام تسجد قبل السلام بعد السلام بعد السلام الشيخ بن سعد رحمه الله يقول يا صحة أن تسجد قبل أو بعد خاصة الأئمة عندنا الإمام في الغالب أنه يخاف أن يسجد بعد الصلاة لماذا؟ يحصل إشكال عند المصليين خاصة مصلى النساء وكذا لأن النساء بعد صلاة من الصلاوات الإمام صلى وسجد للسهو بعد السلام خرج النساء من المسجد وقالوا من هذه الجنازة التي صلينا عليها؟ لو تنظر إلى التكبيرات الآن تكبيرات الجنازة وتكبيرات هذا سجد السهو شيء واحد فقالوا من هذه الجنازة التي صلينا عليها؟ ففي الغالب عندنا الآن ما يجعله سجود السهو قبل السلام حتى لا يشكل على المصلين طيب عندي سؤال إذا سهى في السهو ماذا عليه إذا سهى يعني الشيخ لا ندري أين ذهب في سجود السهو سجدتين ثم بعد هذا يسلم هو سجدتين وقال التحيات لله سهى أين الآن سهى أين فسه نعم ماذا عليه شوي بس إذا سهى في السهو لا شيء عليه إذا سهى في السهو لا شيء عليه اجتمع بالرشيد أبو يوسف عالم من علماء الفقه من طلاب أبو حنيفة رحمه الله والكسائي عالم في اللغة القراءات في القرآن اجتمع أبو يوسف والكسائي بالرشيد رشيد خليفة أمير المؤمنين يقول توقف نوقف الدرس ها وقت الصلاة طيب بعد صلاة المغرب إن شاء الله إن شاء الله تعالى نكمل والله أعلم وصلى الله عن نبي محمد وعلى الصحب والسلام وجزاكم الله خير اشتركوا في القرآن